أهلا بكم أخواني وخواتي الأعزاء تابعونا اليوم الجمعة الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة قبل أن نبدأ المناقشات في هذا الملخص أريد الذي يشاهدنا أن يقول التالي أنا قائد السماء والأرض وطاقاتي في الأرض أضعها من أجل بناء الخير والحب والسلام أنا طاقة ضوئية أبدية أنا قائد كوني أنا أقود السماء والأرض باتجاه الخير والحب والسلام هذه الحلقة فيها مجموعة من النقاشات المترابطة نناقش أولا معاني الشعلة الضوئية الكونية نناقش أيضا موضوع كيف تصعد إلى المستويات العليا ولا ترجع إلى الأرض مجددا بما يسمى بالرينكارنيشن بمعنى كيف تلغي الرينكارنيشن لا ترجع إلى الأرض مجددا ونناقش أيضا صعود الكاهنات الروحانيات في العالم نبدأ الحلقة بمناقشة وعي الضوء وعي ما بعد عقل البقاء على قيد الحياة ظروف حياتنا متعلقة جدا بمدى تطوير وعي الضوء القفز فوق عقل البقاء على قيد الحياة هذه التسمية أو هذا المصطلح مصطلح عقل البقاء على قيد الحياة والتي أطلقها أحد علماء الوعي الرائعين حقيقة روبرت أورنستاين ممكن أيضا تشاهدون هذه الحلقة وضعنا الرابط في خانة الوصف هذا الوعي أخواني وخواتي وعي عقل البقاء على قيد الحياة وعي جدا جدا ضيق فأنت يجب أن تصعد ترتفع تتدرب على أن ترى وتعيش وتحس ما بعد أفكار عقل البقاء على قيد الحياة نناقش أيضا بعض أجزاء مما جاء في المقابلة الرائعة التي يجراها لوكاس أليكسندر المتخصص والباحث في دراسات الأوكلت مع الكاهنة الروحانية والناشطة والفنانة أسبانية الأصل دافيدا سال حلقة مهمة حقيقة رابط الحلقة موجود في خانة الوصف من موقع أيجوفي تروث تيفي فهي تناقش أن غاية الفبركات التي تحصل اليوم هي من أجل السيطرة أولا على الجسم ثم العقل ثم الروح وتقول أن الروح هي إثما شيء ويجب الحفاظ عليها هناك جزء في المقابلة حقيقة أثار انتباهي يتناقشون معا أن جزء من مسيرة الرينكارنيشن ورجوع إلى الأرض أيضا تساهم فيها كائنات الأركونز هذه الكائنات يساهمون في فبركة أرجاع الإنسان إلى الأرض من أجل أبقائه في الماتركس أقول أن هذا فيه صحة أيضا ولهذا يجب أن ترتفع إلى الضوء أن تعيش بفكر ووعي الضوء وأقول أيضا أن هناك في المقابل كائنات تساهم أيضا في تطورك الروحي هناك كائنات تدعمنا روحيا وفلسفيا ومعنويا هناك روح الروح روح الكون الذي دائما هو معنا يزودنا بالحكمة الذي يقصده أنك ترى حياتك من الضوء لا تراها من الخوف تراها من الحرية لا تراها من المحدودية نطبق في هذه الحلقة جلسات نعيش الشعلة الضوئية ترى ظروفك وأفكارك وأحاسيسك من الضوء لا تراها من العقل المحدود الأفكار المحدودة ليست حقيقتك تنفس الآن وانظر أن أنفاسك فيها طاقة ضوئية غير محدودة تركز على أنفاسك وترى أنفاسك تبني الخير والحب والسلام في كل الأكوان تقول أنفاسك تبني الخير والحب والسلام في كل الأكوان تتدرب على هذا التمرير مع الإعلان تقول أنا قائد السماء والأرض أقود السماء والأرض باتجاه الخير والحب والسلام تابعونا